اشتركوا في القناة النقل العمومي والتاكسيات لقررت الحكومة مؤخرا القضية تردج في صفوف مهني النقل الطرقي وكذلك مجموعة من المواطنين من أجل مناقشة هذه القضية نصدف سي مصطفى الشعون الكاتب عن مركز المنظمة الديمقراطية للنقل والوجستيك متعدد الوسائط سي مصطفى مرحبا بك أثرت قضية خفض عدد ركاب تاكسيات أو النقل العمومي بصفة عامة إلى 5% موجة من الغضب والسخط في صفوف مهني النقل الطرقي علمي بأن هذا القرار هو قرار مشي جديد كان قام القرار معسمد في بداية الجائحة والآن الحكومة ترس للرجوع إليه لماذا تزمعك أن هذا المجرم الغضب في هذه الأونايات لا تزجب أكثر من أنها تساوي الفرص أولا لأن اليوم خفض عدد الركاب في النقل العجامعي والعمومي للمسافرين إلى 50% هو قرار صدر الحكومة بناء أن على رجلات تقنية وعلمية نحن لا يمكن أن نشكه في المعطيات أو في العمور التي بنات عليها هذا القرار نحن لا بد أن نضبطه القرار للحكومة ولكن هذا الأمر هو قدر المصالح هذه المجموعة هذه الفئة المهني النقل الجامعية والعمومية المسافرين خصوصاً إذا نعرف أن النقل هي أصلاً تدعم في النقل الحضاري كالحافلات كالترامواي كمجموعة النقل تدعم قطع النقل بواسطة صحيات الأرجاء قطع يعيش عدة مشاكل ويالله اليوم يتعافى شيئاً ما يعني من جراء التدعية الكوفيد 19 وتدعية تشهر الحجر الصحي ووقف النشاط لأن هذا القطع هو قطع مهم وحيوي ولكن ترتب عليه عدة عدة أشياء أولاً أن هذه المأدونيات التي تستغلهم هذه المهنيين كان واجبت الكراء هذه الشهرية كان أقصات القروض ديالسيارات كذلك كان تأمين لأن التأمين نحن اليوم المهنين يأمنوا عدد معين من الركاب في بوصل التأمين ولكن خفض عدد الركاب سيقدر يعني يأثر مباشرة على المدخول اليومي دي السائقين ودي المستغلين ونقطة الأهم من هذه وهي أننا اليوم ما بينما يستضمون مع المواطنين المواطنين حتى هو ركي يعيش أزمة اجتماعية وأزمة مادية خانقة وخصوصاً عرفنا أن اليوم نعيش في فترة صيف نعيش في فترة عطلة المواطنين يعني عندهم واحد لسنة ونصف أنهم ما خرجوش ما صافروش هاد العملية اليوم جات في هاد الوقت بالذات وسائل النقل أخرى ما كتحترمش هاد القرارات الصادرة على الحكومة هادا هو لأتار حافظة المهنين دي السيارة أجرة ومهنين دي الألمات أخرى من النقل لأن حتى النقل المزدوج اليوم راه اليوم كين واحد الغاليين داخل القاعدة النقل المزدوج وكذلك النقل الأمومي لمسافرين لأن مشاكل ومشاكل كبيرة وكيف ما عرفتو بأن النشاط توقف أكثر من ثلاث شهور إذن هاد الأمور كلها مواقبة الحكومة في القرار دي لها بدعم هاد المهنيين لأنهم هاد فئات متضريرة كذلك باش نقدرو نستمرو ونستمرو ونعطيو خدمة المواطنين مراعاة القدرة الشرائية دي لهم ونحن اليوم كان النهار رسميا لأن نستطيع الأسعار للمواطنين ليس تخلص عدد الركاب أوتوماتيكيا نستطيع الأسعار للمواطنين المواطنين سنحن مواطنين نحن الآن نحن مهني وكيف مواطنين في نفس الوقت ولكن المشكل تحملها المواطن كثر من مهني النقل الطرقي علشان الغضب بالنسبة لكم توم نحن اليوم نعلن رسميا أن لا نريد أن المواطن البسيط لأن هذا وسائل النقل كل يمشي لها المواطن البسيط لما يقدر وسائل وسائل النقل إذن هذا المواطن البسيط اليوم نعلن أن لا نريد ه في الأسعار على أساس أن يبقوا يديروا نفس الخدمة بنفس تقريص عدد المقاعد الواقع الحال يقول أن هناك زيادة على مستوى التاكسيات خاصة مدينة الضربية مثلا هذا الواقع الحال للشاريع ولكن نحن كهيئات ناقابية تؤثر هذه المهنين داخل المنظمات نحن نقول لا لزيادة في الأسعار المواطن نقول نعم هما يطبقوا القرار وتهما يساهموا هما رأساهموا ما زلك يساهموا يساهموا كذلك في الإخراج لبلدنا من هاد الأزمة الواقعية انصحت ما هو الحال في رأيك الحال في رأينا واضح وبسيط أن قبل ما يخرج أي قرار لابد أن السلطات الحكومية السلطات الحكومية لا تكلم عن مكوينة الحكومة السلطات الحكومية الممثلة يكون تعويض في الغاز يعني العمر سهل يكون تعويض يعني التأمين أنه يخفض التأمين وليس طيلة السنة وإحنا تخفيض عدد ركاب يتأرجح بين خمسة وثلاثة منذ إعلان حال الطوارع الصحية وإحنا باقي نخلص هذه سنة ونصف نخلص يعني التأمين كذلك إيجاد حلول هذه العلاقات تعاقودية لأن اليوم المصالح الأقصى المقصادية بالولاة والعمالة والمحاكم مشاكل كبيرة وعدة بالجملة في العلاقات تعاقودية لأن الناس لا يمكن يخلصوا الواجبات الرخص التي يستغلوها كذلك أقصى تأمين سيارات في المحجز البلدي لأن المستغلين لا يمكن أن يؤدي هذه الواجبات الأقصى القروض التي يخذوها خاصة أن نعرف بأن اليوم جديد الأسطول على أن تقوى سعر في المغرب هذه المشاكل التي ترك تخصص المسؤولين لقولها الحلول نستعد أن في إطار المقاربة نقترح جمعات الحلول التي ستضمن شيء من العيش الكريم لهذا السائق المهنين وهذا المستغلين اللي هم اليوم مستثمرين في القطاع وكذلك المواطن أن تكون عنده خدمة وفي نفس الوقت نحافظ ونحترم كل القرارات الصادرة عن السلطات الحكومية لأن يمكن أن نتعانو ونحن في قرارات صادرة عن الحكومة بنية للجناء علمية وتقنية هذه القرارات كلها إذن اليوم أي مقاربة نريد نزلوا قرار ولكن نراعي ونحن نشفناها مع الأسف لنكون واضحين أن في التدبير ذي الجائحة عدة مستوى النقل الجامعي أو النقل العمومي أن القرارات تخرج في آخر لحظة أن القرارات الارتجالية أن القرارات لا تنسيق بلا مصالح وهذا يخلق لنا استضامات ويخلق لنا احتقان وليوم باش نكون واضحين أن هناك احتقان في قطاع النقل بدأ بالقطاع السيارة الأجراء ورح جاي النقل المزدوج كيف بسطة وجاي الأنماط أخرى النقل لأن تضررت في شكل كبير وليوم أنا أقول أن تحصي الخسائر ريالها مثلا قطاع السيارة الأجراء محدود مقارنة مع القطاعات من بينها مثلا القطاع مموين الحفلات مموين الحفلات نشاط موقف هما شركات خاضعين نظام ضريبي خاضعين القانون دي الشركات إذن هذا في إطار ما هو قانوني قطاع النقل العمومي والجماعي الأشخاص إذا تكلم على قطاع سيارة الأجراء قطاع غير منظمين غير مهيكلين يخضع الضوابط التي ستسروا السلطات المحلية يعني ما عندوش وحد الإطار قانوني قوي اللي يمكن اليوم استعنوا به ولأوا تستعنوا به الجهات من أجل يعني نشوف الخسائر دي الواشنهية أو نواكبوه يعني بقرارات أو بأمور يمكن نهزو من القطاع كذلك النقل العمومي المسافرين هناك مقاولات هناك مقاولات يعني صغيرة صغيرة جدا إن هذه اختلالات كلها في القطاع دي النقل بينت عليها الجائحة وما زال المعاناة هيا كنعيشوها إلى يومنا هذا إذن إحتيحنا كنقوله بأن اليوم إلا كان بالفعل أن القطاع دي سيارة الأجرة أو سيارة الأجرة كوسيلة النقل يمكن لها تساهم في تفشي أو في انتشار الوباء ما بالك حفيلة النقل الحضاري وما نشوف بأن السلطات اليوم لم تصدر قرارات في مواجهة هات الشركات كذلك النقل بواسطة العربة للتراموي النقل السري هالظاهرة شنو عطتنا عطتنا تفشي ظاهرة النقل السري لكي السبعة والثمانية وتسعود وفي دور إنسانية وفي دور السلامة خطيرة وخطيرة جدا واشهد الأمور هذي كلها أمام مرأة وما سمع من السلطات العمومية إذن هذ الأمور كلها هي اليوم خلت المهنيين أنهم يستشلوا غضب ويعنوا على احتجاجات ودحقهم مشروع لأن اليوم باب الحوار هو مسدود مع السلطات الوصية القيطة المحوى الآخر كانوا نقاش حول مستوى التنقل على المدن البعض يقول بأن تتمشي اعتماد على جواز التنقل وتكون إصرار على دروة رخصة التنقل كيف رأيكم في هذه القضية هذه أصلا كنا نعاني من هذا الموضوع قبل من جواز التنقل كنا نعاني من موضوع التنقل خاصة في سيارة الأجر الكبيرة خاصة في النقل للمسافرين مع المحطة الطرقية رأيك بقى دير ضرب كمنصة اللي يمكن لوجيستيكي اللي كتربط جميع أقاليم وعملات المملكة بقى مقفلة إلى حدود الأيام الأخيرة على التحلات إذن عشنا مشاكل هل المشكلة جواز سفر أعتقد أن ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي بلغ الحكومة كان واضح أن منع التنقل من 11 ليلة إلى ساعة الرابعة ونصف إلا للأشخاص التي تخولهم القانون وغيرهم لا يوضحون أكثر وضحون أن الناس الأمن ونصف ولكن جواز السفر هو وتيق رسمية اليوم حسب بلغ الحكومة لأن الحكومة رحم سكولا ثاني السلطة في البلاد جائز استعمال بين المدن من الرابعة ونصف الصباح إلى 11 مساء الإشكال الذي لدينا هو منح الرخص منح الرخص لكي نخرج خارج النقاط الانطلاقة هناك إشكال حقيقي في مراكز النقاط وفي بعض العمالات والقرارات هي لا تنتاج فيما بينها بين العمالات والأقليم كل عمالات تضبير القطاع حسب للجنة الإقليمية وحسب المزاجية التعبير للمسؤولين اليوم يسهروا على تنظيم وكيسهروا على القطاع النقل بوسطة السياة الأجرى هناك ما يكون أصلا بأن العسيمة على جواز التنقاح في التنقل مسألة غير دستورية على سبار أن الدستور يؤكد على حرية التنقل المواطنين في أي مكان في المغرب حرية التنقل هي مضمونة دستوريا ودوليا ولكن باش نكون واضحين هناك اليوم تحكم لحالة الطوارئ الصحية وحالة الطوارئ الصحية اليوم هي منظمة بقانون رغم أن الدستور لا ينص على حالة الطوارئ الصحية وكان منظمة بنص قانوني صادر في الجهيدة الرسمية واللي من بين الأمور أن يوم نعود للتنقل خاصة تكون رخصة للسلطات المحلية والحكومة بالمكونات بما فيها وزارة الداخلية رصدروا هذا البلاغ إذن هاتجوز التلقيح على غيرار من بعض الدول في عملية التلقيح هو جائز في دول أخرى اليوم نشوف تجاريف بعض دول أوروبية أن هاتجوز التلقيح يعني هو يساري المفعول بين التنقلات المواطنين في هذه الدول وليما في المغرب لأن العملية استحسنها وعلى حتى العملية التلقيح نشكر الأطور الطبية والصحية بالمناسبة لأن العملية غادة بسلاسة وغادة بدون ارتباك هذه العملية الوحيدة لنجحت فد الجائحة لله ولكن الحمد ولكن دائما كان قوان صاحب الجلالة هو دائما وراء كل هذه الأمور اللي هي ناجحة في البلاد اليوم النداء هو المسؤولين أن هذه السياسة ديال عدن صامة وسد الأبواب وعدن فتح حوار مع الفائلين المهنيين ومع الشركاء النقابيين في إيجاد الحلول هدف حداته يزيد يولد حسيقا أكثر في الساحة ويفقد اتقاف المؤسسات وشيلي ونحن نشعر به مؤخرا أننا مع الأسف ما بغيناش تكون نحن كفائلين النقابي أننا نفقد اتقاف المؤسسات ونحن تبقى المقاربة التشاركية تبقى دائما هذه العملية التواصلية من أجل إيجاد الحلول اللي فيها المصلحة دي البلاد لأننا نحن جزء من المكونات النشيطة دي المملكة سين صافر شعون شكرا جزيلا على قبول الدواء شكرا لكم على اللقاء وكنتمنى لكم التعفق متتبعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في حلقاتنا وفي لقاء جديد بحول الله اشتركوا في القناة